هاي كيف كون بطمنا تكون بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الدور رح حاول احكي فيه عن احوال العاطفية لالحبيب كذلك رح تحدث كذلك عن العزيب هاد القراءة تنطبق عن البرج الشمسي قمري طالع وفي امكاني تنطق القراءة عكسي اوكي بداي ايضا يا برج الدور عمشوف طاقتك كأنه عم تراقب الشريك اليك مدة وانت يعني لحالك يعني كأنه عم تلملم جراح نفسك او عيش لحالك اوكي او عم ترمم حياتك وعمشوفك فيه طاقة مراقبة للشريك عم تراقبه للشريك وفي حنين لهذا الانسان عمشوفك عم تحن انه تكون معه او يعني كم رحية تكون مع بعض لانه كأنه عم تتذكر ايام حلوة كانت مع بعض او في ذكريه جميلة مع الشريك فيه حب كبير عم يجي مع بينك وبين هذا الانسان اوكي عمشوف فيه طاقة مراقبة وطاقة حنين للماضي ولا الشريك كذلك عمشوف هذا الانسان ممكن هذا الانسان يكون شخص له منصري كتير عالي وشخص ناجح ماديا ممكن يكون برج الجديد وكذلك ممكن يكون ابراج ترابية عمشوفوا لهذا الشخص ناجح ماديا وعنده مرتبة علية بالدولة اذا كان بيشتغل بالدولة اذا ما كان بيشتغل بالدولة فعنا عمشوفه حدا بيشتغل بكل ما يخصه بالتجارة وبالاموال وكذا هيك يعني عمشوفك كذلك ممكن عم تجمعك علاقة كتير وطيدة مع هذا الانسان للبعض منكم بقول للبعض ممكن تكون علاقة جنسية او علاقة شديدة التعلق انتم تعلقين مع بعض هو كذلك يشعر بتعلق شديد ممكن يحس براغ بشديدة لائلك ممكن بيحس انه بحتاجك مو فقط كشخص حتى الجسدية ممكن يحتاجك كاش انسان اوكي عمشوف كذلك في رغبة اذا كنتم مبتعدين عن بعض في رغبة لا اصلاح الامور في رغبة لا تسويط امور عالقي بينكم عمشوفوا لهذا الانسان كذلك يحمل كتير من الالام تجاهك او كتير من الوجع تجاهك عمشوفه كأنه شخص متقلم من جواته يشعر بانه تمقصه بحياته محتاج لعلاق وكذلك عمشوفه كأنه كانت في مشاكل بينه تكونوا خلت العلاقة تنتهي او كان في تجريح كلامي او في تجريح خاص لانه عمشوف مكسور القلب وممكن هذا الابتعاد خلاه ينكسر اكثر واكثر عمشوفه كذلك على انه يريد ارجاع الامور يريد اصلاح الامور ممكن اذا بيناتكن اطفال وانتو كنتم متزوجين يريد الصلحة ويرجع الامور اذا كذلك كانت علاقة بس علاقة حب فانا عمشوفه يريد يعني عنده نية انه يرجع العلاقة الا ما كانت اليه او احسن كذلك عمشوفه لهذا الشخص رح ياخد خطوة اوكي رح ياخد خطوة تجاهك تجاه العلاقة انه يصلحها انه يعمل خطوة او او اصلاح هذه العلاقة ممكن بدتو ارجاع علاقة اوكي عمشوف في شو علف في متقد هادا الانسان انه يخلي العلاقة ترجع الى شغفة الاول او ترجع العلاقة من جديد حيه ممكن تتعاملون مع برج الدور او برج العساد او تتعاملون مع ابراج عمشوفكن عم تتعاملون مع ابراج ترابية بشدة او ابراج مائية عم تتغيح على هذه القلاعة الابراج المائية والترابية بس عمشوفه لهذا الانسان كتير راخب انه يحسن الوضع انه يصلح الامور ممكن انت كشخاص عم شوفك لك مدة انت عم تنتظر لهذا الانسان ممكن تكون حتى كذلك اربع سنوات او حتى اربع شهر وانتو مختلفين او مبتعدين عن بعض كذلك يظهر على انه في مدة زمنية طويلة وانت عم تنتظر لهذا الشخص كأنه انت مليت حصلك يعني كأنه حصلك مليت انه هذا الانسان ممكن ما رح يرجع عليه اوكي ممكن ما رح يكون معه عمشوفكن كذلك تتمنون كل ليلي وكل يوم عم تدعون الله عشان يرى هذا الانسان لحياتكن ممكن عم تجسسوا عليه عم تطلعوا على صوره عم تشوفوا حالته ممكن عم تشوفوا على سوشال ميديا شو اخبار وشو الجديد تبعه يعني عم تشوف طاقة مراقبة كتير منها حي تكون انتو يا اصحاب برج الدور اوكي عم شوف كذلك على انه ممكن انت كشخص يا برج الدور محتفظ بكرامتك عم شوف في احتفاظ الكرامي او في كرامي عالي جدا عم شوفك لن تخطو خطوة الى الامام مع هذا الانسان اذا لم يبطي خطوة هو الاول اوكي ممكن هو يعني واخد الامر بالتمهل عم شوفك كذلك عندك كرامة كتير عالية وعم شوفك يعني محتفظ بمشاعرك للك برغم انه في حنين لهذا الانسان وانت عم تراقب لهذا الشخص وبدتك يعني شيء يغير الامور او يعني او يعني قدر ايحصل شيء بالحياة انه يجمعكن مع بعض بس ما عم شوفك عم تعبر بالمشاعرك لهذا الانسان ممكن محتفظ بالمشاعرك وممكن ما عم تبدي اشياء خفية تجاه هذا الانسان اوكي عم شوف كذلك عندك رغبة انه يكون في زواجة اذا انت من الاشخاص اللي بعلاقات بعلاقات حب فانا عم شوفك في رغبة شديدة وملحة انه انه تكون في علاقة زواج في علاقة ود في علاقة يعني سيريوس يعني في علاقة جدية بينتكن يعني مختومة بالزواج لانه عم شوف نيتك او الرغبة لتبعك يا برل الثور انه يكون في زواج اوكي في كوميتمنت بس انا عم لاحز في شيء في نوع من الغرور بالعلاقة كأنه انت يعني واخد الامور على قلبك ومبدك يعني اصلاح كذلك هو يعني واخد الامر ما بده يعمل خطوة اوكي لانه كرامتنا بتسمح له في غرور او في في نوع من الايغو كتير عالي بهذه العلاقة كل واحد عم يحكي انا مش ممكن اعمل خطوة تجاه هذا الانسان لانه هو جرحني هو كسرني هو عمل كذا وعمل كذا وانا ما رح اعمل خطوة حتى هو يجي يطلب من السمح هو بذات الشيء يعني هو عنده نفس الكونسبت او نفس المبدع عم يشوف على انه هو اللي مجروح هو اللي مطعون بقلبه هو اللي في كسر بقلبه وانت لازم تصلح الامور اوكي كذلك عم نشوف على انه دعوة عندك دعوة للاستشفاء اوكي ممكن هذا العلاقة اخدت كتير منكن وجرحت لكم قلبكن وممكن هذا هو السبب اللي خلاكن في نوع من الكبر وفي نوع من الايغو كتير عالي عشان في كل واحد جرح الاخر وكل واحد عم يشوف الاخر هو اللي غلط ولهيك انتو مقادرين ابدا انه يعني تعمل خطوة للعمام او تنجحوا العلاقة او تصيروا بمستوى كتير عالي اوكي بالعلاقة لانه كل واحد عم يشوف الاخر مغلط لهيك عم يدعوك الورق انه تتشافى من كل هاد الالام ما في شيء بقلبك حاول انه تتشافى او ممكن فيك تحكي معه تقلو اللي بقلبك وتقلو اللي جرحت ماتجاه هذا الانسان اوكي ممكن عم تخفو مشاعركن وما عم تحكوها لبعض اوكي واذا حكيتو ماباد ممكن تحكوه بكلام جارح او كلام قاسي اوكي واذا اللي خلى العلاقة اسوء كمين هون بيقلك المسامحة والتعلم اوكي كانو في بيقلك بيقلك انه لازم تعمل اعادة واستشفاء لكل ما هو مضى اوكي وتستفيد من من التجارب السيئة اللي عشت مع هذا الانسان لتصبح بالمستقبل علاقة جيدة اوكي كأنه دعوه للمسامحة والتعلم من الاخطاء الماضيه اذا عندكم اخطاء بالعلاقة يعني بالماضي حاولوا انه تعالجوا الامور تعالجوا العلاقة وتتطوروا اكثر اوكي تصلوا الى مرحلة انه تنجحوا العلاقة انه تطوروا العلاقة اوكي وتتعلموا من الماضي مش مشاكل الماضي نعيدة هي زادة اوكي عمشوف كذلك عمشوف فيه كبر اوكي اذا انت بتنتظر عوضة الحبيب بشهر معي ما عمشوف اوكي بالمستقبل البعيد عمشوف الانسان عم يخطي خطوة الامام لاصلاح الامر اوكي بس بشهر معي عمشوف فيه فيه طاقة غرور فيه طاقة مقاومة هذا الانسان عم يقاوم مشاعره هذا الشخص بيكبح مشاعره بيكبح يعني الخطوات اللي رح تقتي الامام بيحاول انه يمسك اصابه او يمسك حاله انه ما يحكي معك بس حمده رغبة شديدة وملحة انه يكون معك اوكي كذلك عمشوف مستقبل العلاقه جيد اوكي لانه اجت مقلوبه يعني في رجعه وفي عوده بالمستقبل اوكي اذا متسأل عن العوده في عوده اوكي رح حاول افتح للعذاب شو الطاقة عمشوف الحضوط رح تلعب لعبة معك عمشوف لعذاب برجتور عمشوف الحضوط بجانبكن ممكن تلتقوا مع شخاص كتير حلاوة كتير جميل يتصف بالجمال يتصف كذلك بشخصية المتكلم الجميل ممكن انتو تتعاملوا مع ابراج مائية ممكن كذلك عمشوف على انو هذا الانسان ممكن يكون من من الابراج المحكومة من كوكب الزهرة اللي هني متلكون برج الدور او برج الميسان اوكي عمشوفك يا برج الدور بالرغم انو في شخص عم يتقدم لالك او في خطوة الامام تجاهك عم يعمل خطوة تجاهك عمشوفك انت شخص يعني مبتعد كأنو اخذت كتير صفحات على مدى السنين السابقه او العلاقات الماضية مكانت جيدة معك فانت حاولت انو يعني تبتعد عن الشريك او تبتعد عن العلاقات لهيك عمشوفك مبتعد او بطاقة الابتعاد اوكي فعم حسك كأنو في دوابية او في عدم رؤية واضحة للعلاقات كأنو انت ما بلشت ما صرت دفم اصلا كيف عم تمشي العلاقات او صرت عم تتساءل هل هو المشكل منك او المشكل من الشريك الاخر فعمشوفك مبتعد وما عايز او مرايد ابدا انو تدخل بعلاقات لهيك عمشوفك مبتعد بس عمشوف انو في شخص مناسب رح يعني رح تحصل عليك ممكن انت عم تنظر لهذا الانسان على انو شخصية مثلا كأنو عندك شكوك تجاه هذا الانسان او كنت او عم تشوفوا على انو شخصية متلاعبة وممكن تشوفوا شخصية مثلا متعددة العلاقات ولا هيكش عمشوفك يعني في تهربك اكثر اوكي عم تتهرب من العلاقة ومعايز انو تمشي بالعلاقة لابعاد من المتصور وعم شوفك بتبتعد عشان انت عم تشوفه غير صالح لالك بس عمشوفو شخص كتير لابق بالكلم وكتير انسان رح يعطيك امل اصلا بالعلاقات عمشوفو شخص متلاحف انو يكون معك وشخص متلاحف انو يكون باقرب وقت معك اوكي عمشوفو يعني في رغبة وفيش يعني في رغبة شديدة انو يكون هذا الانسان حدك بس ممكن كذلك يكون هذا الانسان المناسب اوكي ؟؟؟؟؟؟؟ 쿠 يعطيك كتاقة اما انا هكك عم يطلع عندي كدالك عمشوف على انو لا اصحاب برج التور ممكن تجي فرصة كتير ذهابية لالكون اوكي بهذا الوقت بشهر معي كأنه في فرصة أنه في ربح أو في علاقة جميلة جدا أو مثلا حدا يعني تتعرفوا عليه يحكي لكم أنه بدتوا شراكة مهنية معكم ويكون هذا الإنسان شخص رح يرفعكم لمستوى عالي لأنه عم تطلع دستار يعني كأنه في رفعة بهذا الشهر رح تحصل لكم أو رح تلتقوا مع إنسان إذا ما كان حتى علاقات فأنا عم شوف على أنه ممكن تعمل شراكة مع إنسان تخليك إنسان غني أو تخليك إنسان في مراتب عالية وكأنه عم شوف طاق يعني هالشهر رح يكون شهر جيد بالنسبة لأبراج التور طبيعي لأنه هيدا الشهر رح تمرق الشمس من برج التور وح تكون الطاقة كتير قوية وداعمة لبرج التور أوكي بتمنع لكم كل الخير والمسهرات هيدا كأنه رؤوس أقلام لبرج التور أو الطاقة العامة بهذا الشهر بتمنع لكم كل الخير ما تستطعون لي لايك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر